اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا نعودنا في ملتكم بعد إذن اجعل الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم رجفة فأصبحوا في ذالهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم نغنى فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أغسلنا في قرية من نبي الله أخذنا أهلها في البأساء الضراء لعلهم يضررون ثم بدلنا مكان السيد الحسرة حتى عفوا وقالوا غد ما استآباءنا الضراء والصراء فأخذناهم مغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم مركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأغذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم وهم نائمون أأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاهم وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدر الذين لثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ولهي فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني سرائل قال إن كنت جئت بآية فأتفها إن كنت من الصادقين فألقى عشره فيذاه ثعبان مبين ونزع يده فيذاه بيضاء للناظرين قال المنأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه أخاه أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحر في فرعون قالوا إننا لأجرعين كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقى سحر وعينا الناس استرهبوهم وجاءوا بصحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هناك أنقلبوا صغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وغارون قال فغعون آماتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكر تموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فصابت تعلمون لأقطع الأيديك وأرجلكم من خلافكم ثم لو صلب أنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقب منا إلا أن آمنا بآية ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملو من قوم فرعون ونتذر موسى قامه ليفسدوا في الأرض وذرق والهتك قال سنقتلوا بناهم ونستحيي لساءهم وإن فوقهم كافروقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن العضل الله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ما استخلفكم في الأرض فينظر كيب تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحساس قادرنا هذه وإن سبقهم سيئة يطيروا في موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لنصحرنا بها فما نحن لك بالمؤمنين فأرسل عليهم الطوفان والجرد القوم والضفات يعودم آياتهم وفصلات فاستكبروا وكان قوما وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوا للعربك فيما أعهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى جللهم بالغوه إذا هم ينكثون فأنتقمنا منه فأورقناهم في اليوم بأنهم قذوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض مغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا وجنطنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومي عقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى تجعل لا إلهان كما لكم معلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء يمتبرون ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من ألف العنس ونكمسوا العذاب قتلوا الأبناكم ويستحيون نساكم وفي ذلك أملا من ربك معظيم وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعش فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هل نخلف نبيق في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب يرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرب كانه فسوف تراني فلما تجنى ربه للجبل اجعله وذكى وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اشتفيتك على الناس برسالاتي بكلامي فخذ ما آتيتكم من الشاكرين وكتبنا له بالألواح من كل شيء وموعزة وتصريدا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في اللغة بغية الحق ويغو وإن يروا كل آياتنا يمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكاروا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا وللقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قرموسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم لا يهديهم لي ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا يقاضل إلا مرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قوم غضبان السفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أم ربكم ألقى الله وعخذ برأس أخيه يجره إليه قال بلما إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بألعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب غفر لي ولا خير أدخل الله في رحمتك وأن ترحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سأنا لهم غضبوا من رب مذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين آمنوا والذين عملوا الصياد ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وخذ الواح وفي نسخة جاودا ورحمة للذين هم لرب يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجبة قال رب لو شئت هلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ودينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن أهدنا إليك قال عذابي أصيب به من يشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسكتوا هذين التقون يؤتون سكتوا هذين هم بآياتنا أمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عنده في التارات الإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لكم الطيبات يحرموا عليهم الخبائث يطعوا عنهم مصرهم والأولى للذي كانت عليهم فالذين أمروا به وعذره ونسره واتبعوا النار الذي ينزل معه وانزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس قد جاء قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعنا الذي لهم القستمافة العرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله رسوله النبي الأمي الذي أمنوا بالله كلماته يتبعوه لعلكم تحتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم واثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى يستسقه قام ونضرب بعصاق الحجر فأنباجست منه السدع عشرة عينا قد علم كل ناس إما شبهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوات كلوا منهم طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم قولوا حتة ودخذوا الباب سجدان نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم ججزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حذرة البحر إذ يعدون في السبط تأتيهم حيثا لهم يعمل السبط مشرع ويعمل السبط لا تأتيهم كذلك نبنوهم بما كانوا يفسقون وإذا قال قال ثمة منهم لما تعزون قاما لله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا ما عذرت لله ربكم ونعلهم اتقون فلما نسوا ما ذكروا به أعجينا الذين نهون عن السوء واخذوا الذين ظلموا بعذابهم بإيسهم 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 فلما عتوا عاما ما نهوا عنه وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثان عليهم لعيهم القيامة من يسوبهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض يماما منهم الصالحون منهم دون ذلك ولوناهم الحسنات الصيات لعلهم يرجعون فخلف من بعد مخلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرضهم مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب لا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خيذ للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذن تقن الجبل باقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا خذ ربكم من بني أعدى من ظهور ذريتكم أشهدكم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أَا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِنِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا شَكَابَهُنَا مِنْ قَوْلَكُونَ ذريتا من بعدهم أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَى الْمُبَطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّدُ الْآيَاتُ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ لَبَى الَّذِي يَاتِيْنَاهُ فَانْسَلْقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنْ لَلْغَابِينَ وَلَهُ شِئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَضَ إِذَا الْأَرَضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَنْهَتَ وَتَطْرُكُهُ يَلْهَتِ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهَ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ نَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ لِمْسَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعِينٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَتُغْلُكُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِذُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَذُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَزْرِجُهُمْ مِنْ حِيْتُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَكُمْ إِنَّ كَذِيمَةٍ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْهُ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَنَكُودِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ مَا خَلَقُ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ إِنْ يَكُونَ قَدْ إِقْتَرْ بَجَلُهُمْ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ يَنْ مُرْسَاهَا قُلْ لِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِيَقْدِهَا إِلَّهُ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَّفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخِيْرِ وَمَا مَسَّنْ يَسُوءٌ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِي يَقْمِنُونَ هو الذي غلقكم من نفسهم واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا والله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعرض الله عما يشكون أي الشكون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوكم من الخدى لا يتبعوكم سواء عليك ودعتموهم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألم أنهم أردل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم للهدى لا يسمعوا وتراهم ينصرون إليك هم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان رزقهم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لأولا جتبيتها قل إنما أتبع ما يحا إلي من ربي هذا بصائر من ربك وهدى ورحمة النقام يؤمنون وإذا قد أن القرآن فاستمعوا له ونصدور عليكم نرحمون واذقوا ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القالب الغدوية الآصار ولا تقوم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أعطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربي متوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم مؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وغفرتهم ورسق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقهم من المؤمنين الكارفون يجادرونك بالحق بعدما تبينك أنما يساقوا لك الموت هم ينظرون وإذ يعذكم الله يحدى الطائفتين أنها لكم وتودون عن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم واستجاب لكم أن يمدكم ألف من الملائكة مغدفين وما جعله الله لا بشر وللطلئ وللطلئ لتطمئن قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الله من عين لله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم وأن عاصبنا تأمنه ونزل عليكم من السماء ما لطهيركم أمي وإذ هب عنكم لجز الشيطان لجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الفلائك تانني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فقل أعناق اضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه أن الكافرين عذابا نعر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يوله يوم يوم يذين دبره إلا متحرفا لقتارا ومتحيذ لافئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم لكن الله قتلهم مع رميت زرميت لكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليهم ذلك وأن الله موهن كيذ الكافرين إن تستفتحوا فقد جاكم الفتح إن تانتهوا فهو خيد لكم وإن تعودون عزل أن تغني عنكم في آتكم شيئا ولقتلت أن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا بكم لا أسمعون إن شر الدواب عند الله السلم والبقم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيدا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولمهم وردون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله للرسل إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم والناس بآواكم أيدكم من السيرزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله الرسول لتخون وما ناتكم أنتم تعلمون واعلموا أنما موالك وأولادكم فتة أن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إنه تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلك ويخرجوك ويمكروا لا يمكر الله الله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لونشاء ونقلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك من عندك فأمتل علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم أنت فيه وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب لكم ومنون كفرون إن الذين كفروا يمفقون ومع لهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون وعليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه على بعض فيركمه جميعا ثم جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينته يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت السنة الأولين وقاتلوا لكم حتى لا تكون في التدو ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم جميعا أولئك تقبل أولئك把 أغوfulness اتشار به اشتركوا في القناة